جهود حثيثة تتبنىها مصر لإيقاف الحرب في قطاع غزة والتي حرست دوما على تأكيد مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية وترتكز تلك المقاربة على عدة نقاط أساسية منها مساعي الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المزيد مع سارة نجيب أهلا بحضراتكم تحركات ومسارات عدة تتبنىها مصر لوقف الحرب على قطاع غزة فقد حرست القاهرة خلال العقود الماضية على التأكيد على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي المقاربة المصرية لحل القضية الفلسطينية ترتكز على محاور أساسية عديدة منها أنها البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس المحتلة مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين تلك المقاربة فرضت على مصر التحرك المتزامن في عدة مصارات في آن واحد لتعامل مع الأوضاع التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية الميدانية والسياسية في كل من قطاع غزة وظفة الغربية حيث اشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة والإشراف على صفقة جلعاد شاليت ودورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الدربات الإسرائيلية عام 2021 والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار عقب السابع من أكتوبر أكدت مصر على جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد في قطاع غزة على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى وقد جاء هذا التأكيد على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الفلسطيني إلى سيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر معتبرا أن مثل هذه الخطوة تهدف في الأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية خلال قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي طرحت مصر الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرق قدما وبشكل إيجابي لإيجاز حل نهائي للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية تضمنت هذه الخارطة تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي وتستهدف في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مصار السلام من خلال عدة محاور تبدأ بالتدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة ثم التفاوت حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للإطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية تحركات مصر تجسدت في الاتصالات المكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وطيرة الحرب مع كل الأطراف سواء الإقليمية أو العربية أو الدولية لتلعب مصر الدورة الرئيسية في محاولات البحث عن صيغة فعالة لوقف إطلاق النار وقد أصفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة إلى التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي تم بمجابها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة ووقف التلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي في أجواء شمال القطاع مع التبادل التدريجي للأسرى والمحتجزين من النساء والقصر بين الجانبين وصمح بدخول 200 شاحنة مساعدات على المستوى الإغاثي والإنساني لم تتدخر مصر جهدا بداية من الضغط لإدخال المساعدات ومرورا بإنشاء الخيام ومراكز الإيواء ووصولا إلى المشاركة في عمليات الإنزال الجوية للمساعدات تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي والتي بلغ عددها حتى الآن 582 طائرة مع قرب انتهاء القاهرة من مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين من ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة تلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قصريا من وسط وشمال قطاع غزة فضلا عن الترافع أمام محكمة العدل الدولية تعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإنساني والإغاثي في قطاع غزة هي الأهم والأكبر حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالية المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87% وبلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ أكتوبر الماضي 10868 طن ونحو 10235 طن من الوقود ونحو 129329 طن من المواد الغزائية و26364 طن من مياه الشرب كما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43.073 طن بجانب 123 صيارة إسعاف مجهزة ولم تتقصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن 3706 مصابين فلسطينيين لتستمر الجهود المصرية الحسيسة طالما استمرت أزمة قضية العرب والمسلمين الأولى فالقضية الفلسطينية ستظل وستبقى في قلب وعقل القيادة السياسية وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة على الدوام حتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة